رحب اتحاد القبائل العربية بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات العربية الشقيقة لمصر وذلك لقضاء اجازته السنوية كما اعتاد خلال الفترة الماضية في مدينة العالمين الجديدة ويعتبر اتحاد القبائل العربية الذي يرأسه المهندس ابراهيم العرجاني أن هذه الزيارة المعتادة وقضاء الاجازة السنوية لصاحب السمو رئيس دولة الامارات على السواحل المصرية بمثابة دعم مستمر من سموه لقطاع السياحة المصرية وتأكد منه على المستوى الرفيع الذي تقدمه مصر بمختلف قطاعتها لضيوفها الكرام سواء من الاشقاء العرب أو من كل انحاء العالم ويؤكد المهندس ابراهيم العرجاني أن هذه الزيارة تعتبر رسالة دولية من صاحب السمو تبرز مدى رقي الخدمة السياحية المصرية واستقرار الدولة واستدباب الامن والامان في مصر ترجمة نانسي قنقر